تلاشت توقعات انخفاض معدل نمول اقتصاد السعودي بسبب تراجع أسعار النفط بعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2015 ولعبت ثلاثة عوامل رئيسية في دعم حكومة المملكة لمواصلة خطتها التنموية أولى هذه العوامل بأن المملكة نجحت خلال الأعوام الماضية في خطة إطفاء الدين العام حيث تمكنت من خفض حجم الدين العام على الحكومة المركزية من أعلى مستوى له في تاريخه عند 685 مليار ومئتي مليون ريال حتى نهاية 2002 إلى نحو 44 مليار و300 مليون ريال في نهاية عام 2014 لكن كيف كان الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للمملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية كان هناك نمو واضح في هذا النمو من عام 2010 كان حدود التريليون وتسعمائة وسبعين مليار ونمى حتى عام 2014 ليصل إلى حدود تريليونين وثمانمائة مليار ريال أما الفوائد المالية بالنسبة للمملكة العربية السعودية كذلك لاحظنا فيها من عام 2011 وحتى عام 2013 بقيت بالمنطقة الإيجابية أكبر فوائد كان تم تحقيقها بحدود 374 مليار ريال بعام 2012 ومع بداية عام 2014 ومع بدء تراجع أسعار النفطة بدأنا نلحظ هذا العجز بالفوائد المالية بحدود 54% ومن المتوقع أن يتضاعف في عام 2015 ليصبح أكثر من 145 مليار ريال وذلك بسبب زيادة الإنفاق والسياسة المتبعة بالإنفاق للمملكة العربية السعودية لكن ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة الإنفاق في المملكة هناك عدة أسباب منها دعم المشاريع التنموية زيادة عدد الموظفين ودعم حافز أيضا من الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع النفقات للاقتصاد السعودي هو الصرف في صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية ومعالجة الفقر والأيتام أما بالنسبة للدين العام بالنسبة للمملكة العربية السعودية كما تلاحظون إذا ما أخذناه من عام 2002 بلغت هذا الدين فوق 500 مليار ريال سعودي استطاعت المملكة العربية السعودية على مدار الأعوام السابقة وحتى عام 2014 أن تخفضه بصورة واضحة جدا لاحظوا من 2010 نتحدث عن 167 مليار انخفض بالسنوات التالية حتى وصلنا لعام 2014 هذا الدين للمملكة بحدود 44 مليار و300 مليون ريال أما الأصول الاحتياطية بالنسبة للمملكة فهي أيضا بالنسبة للسنوات الماضية كما تلاحظون كان لديها ارتفاع في هذه الأصول الاحتياطية من 2.240 مليار حتى عام 2015 وبالربع الأول وصلت هذه الأصول الاحتياطية إلى حدود 2.620 مليار ريال سعودي هذه الأصول الاحتياطية جعلت المملكة العربية السعودية تصل إلى المرتبة الثالثة من بين العالم تصدرتها أولا الصين من حيث الاحتياطات العالمية التي لديها جاءت أيضا اليابان بالمرتبة الثانية ونسبة الـ 56 في المئة طبعا من هذه الاحتياطات لدى المملكة هي تمثل تقريبا 56.4% من إجمال الاحتياطات لدول منطقة اليورو بأجمعها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة